تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 600 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 803 أطنان مواد غزائية وغير غزائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 84 طنان ومجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 676 طنان أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية تم ضبط أكثر من 42 طنان وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 908 قضايا من بينها 270 قضية خبز ناقص الوزن و195 قضية خبز غير مطابق للمواصفات